كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوريا العبدربا عن تجميد الحكومة العراقية لمشروع سد بادوش في مدينة الموصل رغم أنه أحد المشاريع الاستراتيجية وهذه المرة الثانية التي يجمد فيها العمل بمشروع سد بادوش بعد توقف العمل سابقا في تسعينيات القرن الماضي ووصف القرار بتخبط حكومي سينعكس بشكل سلبي على نينوى والعراق حيث كان الأولى بالحكومة تخصيص أحد المنح الدولية لإكمال المشروع لتعزيز الموجود المائي في البلاد إلى جانب حماية الموصل وبغداد ومدن العراق الأخرى من خطر انهيار سد الموصل